مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثل وزارات خارجية دول المجلس والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة في كلمته خلال الفعالية إن مملكة البحرين تؤكد دوماً التزامها بالعمل الخليجي المشترك في إطار وحدة الهدف والمصير مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة إيماناً بالارتباط الوثيق بين السلام والتنمية ترجمة نانسي قنقر